واصف مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب الرئيس باراك أوباما بأنه مؤسس تنظيم دولة الإسلامية بالعراق والشام واتهم منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون بالمشاركة في تأسيس داعش حكومتنا لا تحمينا بشكل كاف حكومتنا أطلقت العنانة لتنظيم داعش وأقول إن الرئيس أوباما وهيلاري كلينتون هما مؤسسات داعش في الحقيقة أعتقد أن هيلاري كلينتون إن كنتم في فريق رياضي فإن اللاعب الأفضل سينال جائزة وتنظيم داعش يرغب في منح كلينتون جائزة أفضل لعبة كلينتون التي ردت حملتها على اتهامات ترامب قالت الخميس أن البرنامج الاقتصادي له يصب في مصلحة الأثرياء ولوحت بفرض تعريفات جمهوركية على بلدان المحيط الهادئ في حال انتهاكها لقواعد الشراكة الرد هو أن نخلق التبادل التجاري لأجرنا وليس ضدنا لذلك فإن رسالتي رسالتي لكل عامل في ميشيغن وأمريكا هي سأوقف أي صفقة تجارية إن هدفت إلى قتل الوظائف أو تخفيض الأجور ومنها الشراكة عبر المحيط الهادئ وكان ترامب كرر الخميس معارضته لاتفاق الشراكة ووصفه بالاتفاق التجاري الأسوأ الذي يوقعه أي بلد في العالم